أولا هي مباراة ودية تحضيرية طبعا لمباريات أهلية أولا للمونديال وبعدها إلى كأس إفريقيا 2023 والتي ستلعب سنة 2024 بالكوت ديفوار والله مباراة حقيقية امتحان حقيقي للمنتخبين وطبعا يهمون المنتخب الوطني الجزائري امتحان حقيقي للخضر منتخب قوي جدا المنتخب المصري يملك تشكيلة رائعة فيه نجوم على رأسهم رياض ماحرز وعب نونت الفرنسي كذلك مصطفى فنظن أنه هو اختبار حقيقي اللي كتيبت بالماضي ولدفاع الخضر كذلك ولهجوم الخضر مادم أن المنتخب المصري يملك خط الدفاع قوي وقوي جدا طبعا هنا نظن أنه الناخب الوطني رح يعمل على طريقة عمل جديدة على تكتيك جديد على ربما التوزيع ربما بعض اللاعبين ولا احترام المناصب في هذه المباراة قد يعطي فكرة للناخب الوطني طبعا مستقبلا في كأس إفريقيا 2024 نعلم جيدا أن المنتخب المصري هو أفضل منتخب من ناحية التتويجات القارية الإفريقية طبعا فنظن أنه هذا المنتخب متعود على الفوز بالقاب خارج مصر فهذا خيار للناخب الوطني أنه مدام تلعب متخب متعود يفوز خارج الوطن بألقاب قرية فإنه يدل على منتخب لا يملك أي حواجز إن صح التعبير سواء في مباراة ودية أو مباراة رسمية فهتكون اختبار حقيقي لزمالة رياض المحرس فوق أردية الميدان مدام أنه المنتخب المصري سيكون في ملعب جابين طبعا وأردية رائعة كنا شاهدناها قبل قليل وبحضور جامهيرين توقع أنه سيكون كبير من الطرفين ولو أنه سيكون في حضور أكثر من الجانب المصري لكن حماس وطريقة تشجيع الجماهير الجزائرية هي ستصنع الفارق فوق أردية المدرجات فنظن أنه معيار حقيقي للعيب المنتخب الوطني وخاصة تكلمنا عنه الهجوم والدفاع وخاصة وسط الميدان الذي هو دينامو المنتخب ودينامو أي فريق أو أي منتخب في العالم فنظن أنه فرصة حقيقية للمدرب جامعا من أجل لعب ضد منتخب قاوي وقاوي جدا طازج يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني تغطية مباراة الجزائر مصر الودية برعاية بلوانطة هذا الفيديو برعاية بيت بايت زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر ترجمة نانسي قنقر